في رجب علي كانت الدنيا على موعد مع سطوع نور الولاية العلوي حيث انشق جدار بيت كان مأمورا برفع قواعده الخليل ابراهيم ليكون محلا يتشرف بفاطمة وهي تلد الضرغام حيدرة ذك علي بن ابي طالب عليه السلام ومن قال فيه من لا ينطق عن الهوى انت مني بمنزلة هارون من موسى ولا نبي بعدي هذه الولادة وهذه المناسبة المباركة الميمونة لها اهمية كبيرة عند جميع المسلمين بل عند جميع الانسانية والبشرية لان امير المؤمنين عليه السلام هو امير وامام ومنار لجميع البشرية والانسانية بمناسبة ولادة امير المؤمنين صلوات الله عليه تشهد مدينة النجف استعدادات كبيرة من الناحية الامنية والخدمية والطبية وهي تستقبل الزائرين الوافدين لتجديد العهد والميثاق عند حضرة صاحب هذه المناسبة المباركة أنشطة وفعاليات ثقافية تحتفي بهذه المناسبة الدينية العظيمة لأجل تقديم صورة لائقة بزوار علي عليه السلام قمنا بتحضير جدول بتنظيم هذه المواكب المقيمة بأفراح الإمام علي لتوزيع الحلوى والشرابيت على المؤمنين بهذه الذكرة المفرحة توافدت جموع الزائرين من جميع أنحاء المدن والبلدان وهي تحمل بيديها ورود الولاية وتردد هتافات الولاء والمحبة لتجديد عهدها وميثاقها المأخوذ عليها في يوم غديرها ليشفع لها يوم ورودها على كوثرها بهذه الذكرة نستلهم كل العبر والدروس من عطائهم لكل ما قدمواه للمذهب بشكل عام وهذه الذكرة هي يعني ليست فقط ذكرة بقدمة أنه تكون أثرها المعنوي والنفسي عليناه قد تكون أجواء فراح بس نحن نتعلم من هذه الأجواء أنه نقدم إلى مذهبنا ونسير على مسيرة إمامنا وأميرنا أبا الحسن علي نبارك للأمة الإسلامية جمعا وللإمام المنتظر عجل الله فرج وسهل مخرجه وإلى جميع المراجع العظام على رأسهم السيد السستاني حفظه الله ودامه على ولايته الأكوان قد جبلت وعلى حبه الأملاك قد فطرت فغدا كعبة تطوف به الملائكة والبشر وبيتا تضع فيه وليدها الطهر أم حيدر من النجف الأشرف السجاد الخاقاني الفرات ترجمة نانسي قنقر